بعد أن انتهت الرسائل المتبادلة بين حركة حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الموافقة على إجراء انتخابات فلسطينية بالتوالي باجتماع الرئيس مع حناناصر رئيس لجنة الانتخابات طالبت حماس بضرورة إجراء حوار وطني للحديث حول آليات إجراء الانتخابات وشكلها وطبيعة مشاركة الحركة القضايا المختلفة متعلقة بالانتخابات وآلياتها وشكلها وطبيعة مشاركة الحركة فيها تخضع حوار وطني الأصل أن يصار إليه بعد إصدار المراسيم من قبل رئيس السلطة محمود عباس بسقف زمني أقصاه عشرين من هذا الشهر سيصدر الرئيس الفلسطيني مراسيم إجراء الانتخابات يتبعها حوار بين الفصائل التي رأت ضرورة إجرائه قبل إصدارها للحديث عن التحديات الخاصة بالقدس والأسرة ندرك أن الاحتلال سيعيق هذه العملية وهناك تحديات جسام علينا أن لا نسقط القدس وقضية الأسرة وأيضا تمثيل الأسرة في عملية الانتخابات من هذه الحسابات فهناك تحديات جسام لذلك كان يجب أن تصبق هذه المراسيم الحوارات الوطنية الشاملة ومع قرب إصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات ما زال الفلسطينيون يفتقدون لمرجعية سياسية بعيدا عن الالتزامات الموقعة مع الاحتلال هناك مسائل لابد من الاتفاق حولها أولا فيما يتعلق بالأفق السياسي لهذه الانتخابات ثانيا بالقضاء الإجرائية التي ستواكب عملية الانتخابات حتى لا نذهب إلى مربع يكون الشيطان فيه بالتفاصيل حتى اللحظة تطغى الإيجابية على تعامل الفلسطينيين مع حوارات الانتخابات وسط محاذير جمى بالعودة للانتكاسة مرة أخرى إن هذه المرحلة لا تلبي حاجة الفلسطينيين فقط لخوض انتخابات حرموا منها على مدار 16 عاما بل تنسجم أيضا مع متطلبات المرحلات إقليميا ودوليا نيفين سليم الغد غزة فلسطين اشتركوا في القناة